طب لو نتكلم هنا برضو عن محمد صلاح تحديداً خلية نكون برضو بنعرض وجهات النظر المختلفة احنا مش حنقول او حنقول رأينا لا هو فعلاً محمد صلاح ما هوش علاقة بالخسارة يعني الراجل عامل عليه والزيادة ولكن برضو جاله بعض الانتقادات المبارح قالت لا هو برضو كان ليه دور وهو اللي ضيع مش عارف ايه يعني ليه ليه التدكيز او ليه اصلاً اتقال كده عن محمد صلاح مع ان ما كانش مقصر ابداً هو محمد صلاح كده كده يعني اكيد في اي ماتش ممكن يكون موفق ممكن يكونش موفق وممكن اخر ماتشين مسلاً مسجلش بس ده مش معنى كده ان محمد صلاح يعني لعيب مثلاً يعني اثر في الخسارة او كده لكن هو محمد صلاح كتير جداً بيصنع عداف لليفر بول كتير جداً بيسجل كتير بيقود فريق الانتصارات مهمة في الدورة الانجليزية وحتى في دارة ابتالة الربا يمكن حضيك افضل افضل هداف افريكي في تاريخ بريمير ليج حاجة ما بتحصلش كتير محمد صلاح كسر كولر ارقام الكويسية الممكنة والغير ممكنة في الدورة الانجليزية بالضبط ابتالت احسن لقف في العالم في الكرة الزهبية قبل كده ومرش احد الوقت الكرة الزهبية فاعتقد محمد صلاح مش سبب حسارة ليفر بول العكس هو النجم الاوحد في الدورة الانجليزية بالضبط كده ده اكيد ولكن بس برضو بعد الجمهور يعني مش هيخلي كلامهم من ومش هيخلي كلامهم من الانتقادات على كل حال وده ممكن على فكرة بيبقى حب في الاول وفي الاخر طبعا اكيد اكيد